على رأي يعني الناس الزمان يقولوا العلم تقدم فعلى ما يبدو أنه التقدم العلم يوصل لمرحلة أنه التخلص من المخلفات لم يعد مجرد تخلصا وإنما إعادة استخدام بأكتر من شكل ده بيتم إزاي عندنا هنا في مصر أولا هي إدارة متكاملة للمخلفات فخامة الرئيس أصدر القرار 1202 لسنة 2020 في شأن إدارة المخلفات بقى عندنا للوقت قانون للمخلفات الصلحة هذا المخلفات القانون بيعالج بقى كل المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده بيعالج من حيث وجود جهاز لإدارة المخلفات هذا الجهاز بيقوم بالرقابة والمتابعة وترسية العطاءات على الشركات اللي هتشتغل حالك عارف أن إحنا كان عندنا شركات قبل كده أجنبي الحمد لله يعني خلصنا منها يعني شغالين دلوقتي خلاص على الشركات المتحدة في شركة خانساوي كبيرة كده كانت أرفانة يعني ما أحدتك عارف من سنين قبل كده وكان علينا شروط جزائية لو مشيناهم إلى آخر فالحمد لله خلصت القصة دي لأنه كان في حلقة مفقودة الشركات دي كانت بتاخد من يعني ما بتاخدش المنولة من البيت لغاية العربية فكانت بتاخد من الشارع طبعنا عندي في البيت مين اللي هياخد أصبح بقى في حلقتين الراجل اللي بيجي أخد منك ويمشي والعربية دي اللي بتاخدش لكن دلوقتي هتبقى المنظومة متكاملة من البيت لغاية ما توصل إلى المدفن أو إعادة التدوير ترجمة نانسي قنقر